سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائنا المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه حلقة جديدة من حلقات تصحيح التلاو واليوم بمشيئة الله مع سورة الفلق فنبدأ مستعيدين بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق أولا كلمة أعوذ ننتبه هنا لحرف الهمزة الهمزة من الحروف المرققة فلدينا في اللغة العربية حروف مرققة دائما وحروف مفخمة دائما وحروف دائرة بين التفخيم والتركيق يعني أحيانا تفخم وأحيانا أخرى تركب فالحروف التي تفخم دائما هي قصة ضغط كذر الخا والصاد والضاد والغين ضغط والطا والقاف وحرف وحرف هكذا فصة ضغط كذر سبعة أحرف فهذه الأحرف تفخم دائما مفخمة يعني مستعلية يعني غريضة فنقول قل ولدينا حرف اللام والرا أحيانا يركقوا وأحيانا يفخموا لكن حرف الهمزة هنا معنى مركق دائما فنقول أ أعوذ فلا نخطأ ونقول قل آ قل آ لا قل أعوذ قل أعوذ برب الفلق أيضا لدينا الذال الذال من الحروف اللثوية ونحن قلنا قبلها على الحروف اللثوية ثلاثة الذال والضاء والثاء ثلاثة أحرف الذال والضاء والثاء فهذه الأحرف نخرج فيها طرف اللسان قليلا فنقول أعوذ ذا أو ذا أو ثاء أعوذ برب الفلق حرف القاف أيضا نحن عرفنا أن حرف القاف من حروف المفخمة دائما أيضا حرف القاف يوجد بصفة أخرى اسمها القلقلة القلقلة عبارة عن اهتزاز أو اضطراب بسيط يحدث في الحرف حين النطق به فنقول فحرف القلقلة خمسة قطب القاف والطاء والباء والجيم وحرف الدال قطب جد قاف طاء باء جيم دال بشرط أن تكون هذه الأحرف ساكنة أو وقفنا عليها فهنا كلمة الفلقي إذا وصلنا أقولنا الفلقي فلا يوجد بها قلقلة لكن إذا وقفنا عليها حذفنا الكسر وأبدلناه بالسكون فنقول الفلق حينئذ يجب فيها القلقلة فالقلقلة تأتي في هذه الأحرف الخمسة القاف والطاء والباء والجيم والدال بشرط أن تكون ساكنة مثل كلمة لم يلد أو وقفنا عليها الفلقي هكذا فإذا وقفنا على نقول الفلق هكذا الآية التالية من شري ما خلق من شري النون ساكنة وجاء بعدها حرف الشين فهذا يسمى إخفاءا حقيقيا فنخفي النون في حرف الشين عند حرف الشين مع أغنى نقول من شري ما خلق القاف من حروف القلقلة ومن شري غاسق إذا وقب حرف الباء من حروف القلقلة وقب لأننا وقفنا عليه ومن شري النفاثات في العقدات نلاحظ هنا كلمة من شري الراء مكسورة فهنا والراء مرققة نقول من شري لا نقول من شري لا شري شري من شري النفاثات الألف واللام الشمسية لا ينطقان الألف الوصل أو حمزة الوصل مع اللام الشمسية لا تنطقان في حال الوصل من شري ما شري ومن شري النفاثات النون من حرفي الغنى حرفي الغنى النون والمين إذا كان مشددين نقول نفعل بين غنى النفاتات الثامن الحروف الليثوية في العقداء ومن شر حاسد إذا حسداء لاحظ هنا الراء مرققة شرية لأنها مكسورة حاسد إذا تنوين وجع بعده همز فهذا يسمى إظهارا حلقيا فالإظهار هو أن ننطق بالحرف كما وننطق بالنون السكنة أو بالتنوين نوضحهم نظهرهم نبينهم يعني ننطق النون السكنة أو التنوين بدون أي تغير بدون أي إضافة نقول حاسد إذا فلا نقول حاسد إذا حسد لا حاسد إذا حسد هكذا والله ولي التوفيق